اهلا بكم من جديد تحياتي لكل المشاهدين لما نحكي عن مصطلح الاستشراف قد يكون هذا حبابنا الله سبحانه وتعالى بيعطيها لبعض الأشخاص أنهم يقدروا يشوفوا بذكاء ماذا يحمل المستقبل لهم وقد يكون موضوع الاستشراف مهارة نكتسبها نتعلمها نحاول نكون أشطر بأنه نخطط للمستقبل نخطط استراتيجيا نخطط بذكاء أكثر من خلال أن نعرف المستقبل ماذا يحمل بمجالات مختلفة هذا الموضوع جدا مهم ويسرنا أن يكون معنا لمناقشته دكتور محمد الكركي مستشار التنمية الدولية للحديث عن هذا الموضوع أهلا وسهلا فيك يا دكتور أهلا وسهلا فيك دكتور بالبداية نتحدث عن مفهوم التخطيط الاستراتيجي الحديث اليوم الاستشراف المستقبل موضوع طويل جدا لكن نتحدث في البداية عن مفهوم التخطيط الاستراتيجي سي سيدي أول شي أعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة أنت بلشت من الخطوة رقم اثنين اللي هو التخطيط الاستراتيجي الفكرة أن الاستشراف هو آلية تفكير استراتيجية التخطيط هو منهجية إدارية إدارية فالتخطيط هو جزئية من الاستشراف فمضلة التخطيط الاستراتيجي هو استشراف المستقبل فعندما نتحدث بالتخطيط الاستراتيجي معظم الخطط الاستراتيجية التي نواكبها في زمننا الحالي على المفهوم الإداري على المفهوم الاقتصادي مفهوم سياسي اجتماعي بيقول لك خطة الاستراتيجية الثلاثية الخماسية في الزمن الحالي مع الثورة التكنولوجية أو المعرفية بيقول لك سباعية مع أنه الآن السباعية صارت تعتبر كمان خطرة لأنه فيه تواكب سريع وانت بتشتغل فيه هي معطيات تتغير مية بالمية بس الاستشراف أنت تتحدث على جيل تتحدث أنه ماذا سيكون الوضع القائم بعد 20 عام أو 25 عام كيف سيكون المجتمع كيف سيكون الاقتصاد كيف سيكون الواقع الإداري مثلا بمؤسسة معينة فعندما تتحدث باستشراف أنت ترى من خلاله مجموعة خطط استراتيجية كل خطة مدتها ثلاث أو خمس سنين لها رؤيتها لها رسالتها لها قيمها التي تقوم عليها تحقيق الخطط الاستراتيجية على مدى مجموعات هي ستحقق النظر الاستشرافية للمستقبل الذي تكون فيه هذا يعني ملخص لمفهوم ما هو الاستشراف دكتور الخبراء في الاستشراف هل هم خبراء موهبة أم أن موضوع الاستشراف يحتاج إلى أدوات علمية محكمة لحتى نقدر نقول هذا الشخص في مجاله يستطيع أن يصنع الاستشراف الاستشراف كآلية أو بداية هو بيعتبروها نوع من أنواع الموهبة أنه في ناس عنده القدرة على رؤية ماذا سيحدث بعد عشرين عام أو خلال جيل قادم يعني كلنا مثلاً نعرف أنه في نهاية الحرب العالمية الثانية وبعد ما ألقيت قنبلتين نوويات وقع أيامها إمبراطور اليابان معاهدة الاستسلام على واحدة من البارجات الأمريكية بس وهو يوقع في هذه اللحظة اللي كان فيها منهزم قال سأغزو أمريكا في عقر دارها بعد عشرين عام فعلياً بالستينات بلشت أول صادرات اليابان لا أمريكا وصار وراها فعلاً أنه ما فيش بيت أمريكي غيره في منتج ياباني فكانت النظر الاستشرافية عنده أنه أنا سأغزوها ولكن ليس بأسلوب حربي أو عسكري سيكون بأسلوب اقتصادي بس هو لاحظ بهاي اللحظة من الانكسار والضعف والهزيمة هو شاف أنه أنا لأ سأغزوهم ولكن في أسلوب آخر فكانت نظرة استشرافية ينظر من خلالها إلى ما بعد عشرين عام أو مع تغير جيل قائم بعد الحرب العالمية فكان فيه خطط استراتيجية كان بيأسس فيها بقيام اليابان الحديثة بالمفهوم الاقتصادي التعليمي المنهج الإداري بس كان فيه عنده نظرة هو بيشتغل عليها بإطار آخر أنه لا أنا أريد أن أدخل أمريكا وعلى البيت الأمريكي وأصير جزء من هذا البيت دكتور تحدثنا عن موضوع الاستشراف وممكن أي شخص بأي مهنة يكون عنده استشراف بالمستقبل تحدثت عن رئيس دولة لكن أي واحد يمكن يكون فيه عنده استشراف بالمستقبل ووضع خطط استراتيجية اليوم الأدوات التي يمكن أوظفها ليكون عنده استشراف للمستقبل هل يوجد أدوات حياتية يومية ممكن تكون مهنية لإستشراف المستقبل صحيح الأدوات أو التولز اللي عادة تستخدم الاستشراف أولها يجب أن تكون مترابطة مع ثقافتك ومعبيتك وعادتك وتقاليدك جميل إذا انسلخت من هذه العادات أو الثقافة أو التقاليد أنت لم تستشرف أنت تقلد الآخر وصرت جزء من استشرافه وليس استشرافك الشخصي فالاستشراف يجب أن يكون منبع من ماضيك عاداتك تقاليدك تقافتك أساسيا هاي الفكرة فإذا كنت متمكن وعالم بهذه المعطيات وهذه الأدوات أنت قادر من خلالها على الانطلاق لمعرفة ما أنت به بالوضع الحاضر لترى فيه ماذا سيكون عليه مستقبلك فيه ناس يقول إحنا بدنا نصير مثل الدولة الفلانية أو مثل البيئة الفلانية أو مثل المجتمع الفلاني أو مثل العائلة الفلانية أنت لا تستشرف أنت تقلد لا الاستشراف أنت نموذج ستكون فيه مستقبلا فإذا ما كان بانع من حضارتك من ثقافتك من عاداتك والتقاليدك أنت لا تستشرف أنت تقلد الآخرين فيجب أن يكون مبني على ماضيك ترى فيه ما أنت عليه من الحاضر لكي ترى ماذا ستكون عليه في المستقبل حتى تكون نموذجا بمنهج أو بإطار أو بفكر معين هل ممكن يا دكتور نفهم الموضوع كالتالي خصوصا إذا ربطنا بموضوع التخطيط مثلا بيكون في بلدية معينة مهندس شطور هيك بيكونوا عم بعملوا جسر بقولهم يعني هذا الجسر بعد عشر سنين بيكون فيه السكان مختلفين الطرق رح تتغير هنا رح ينفتح مستشفى هنا فأنا لا أعتقد أن هذا الجسر مناسب مثلا في هذه المدينة أو في هذا المكان هل هذا استشراف مربوط بالتخطيط والناس اللي بيفكروا بهذه الطريقة أديهم مهمين بمؤسساتهم هل التخطيط زي ما حكينا في بداية البرنامج هو جزء من الاستشراف فما تفضلتي فيه بالنسبة لمهندس هو رؤية يرى فيها موقع أو مكان أو طابع هندسي لبناء لجسر لموقف معين ماذا سيكون عليه بعد عشر سنين بس هو عندما رآه رآه من واقع اللي نسميه مثلا تخطيط سكاني أو تخطيط مجتمعي بس هل كان هناك أثر متغير على المفهوم المجتمعي إذا ما كان فيه أثر متغير على المفهوم المجتمعي هو ليس استشرافا هو تخطيط أو نظرة مستقبلية رؤية مستقبلية لواقع معين مبني على صيغة منهجية ذات طابع إنشائي اجتماعي اقتصادي سياسي يعني الاستشراف يرتبط بالقيم؟ هو أكيد إذا لم يكن مربوط بالقيم هو ليس فيه استشراف لأنه سيكون تقليد الاستشراف أنت ستكون نموذج في منهج معين مثلا بعد عشرين عام وليس مقلدا لجهة أخرى بعد عشرين عام دكتور عشان ما أكون مقلد بالاستشراف تحديدا هناك فرق بين التقليد والاستشراف لكن كيف ممكن أستفيد من الخبرات أو التجارب الأخرى بالاستشراف لدى أي شخص؟ هل كثير من يسمع مثلا بموضوع أو مصطلح التنافسية؟ نعم صحيح؟ صحيح؟ كثير مثلا في مجالات معينة وأقول لك والله المؤسسة X حققت مثلا التنافسية في المجال الأفلاني صحيح؟ المنتج الأفلاني ينافس المنتج الأفلاني في المجال كذا هاي تنافسيات بس كل ياتب تمشي تقريبا بنفس الإطار أو المعطيات التي تنافس فيها مثلا بالسوق الخدماتي السلعي الإنتاجي الاستشراف أنت ستكون نموذجا يحتدى به بعد فترة معينة فأنت لا تسعى إلى التنافس أنت ترى الآخرين وتسعى إلى أن تكون متميزا فأنت دخلت من حالة التنافس إلى حالة أن تكون متميز بعد عشرين سنة لن تكون من ضمن هذه المجموعة أنت ستكون نموذجا لهذه المجموعة في مجال معين أو في مساق معين هنا الاستشراف أنت لا تنظر إلى واقع ثلاث أو خمس سنين تنافس من خلاله أنت بعد عشرين عام ماذا ستكون؟ لا أنا سأكون نموذجا يحتذى به في هذا المجال أو في هذا المنطلق أو في هذه الآلية التي أشترك فيها هل الموضوع ينطبق على الناس الشاطرين بالبزنس والشغل؟ تعرف أن هناك قصص مذهلة لناس حققوا إمبراطوريات مثلا العلاقة بالبزنس بمجالات إنشاء جامعات ومدارس نموذجية هل هذول من قدر أن نقول عنهم أنهم أشخاص لديهم استشراف؟ أكيد الاستشراف هي حالة ربما تكون أحيانا فردية كيف أحيانا نسمع فيه شخص يقول لك يا أخي عنده كارزمة؟ الكارزمة هي شيء يمكن يكون فطري أنت قادر على تعزيزه وعلى بناءه من خلال السلوك من خلال الشخصية ومن خلال المجتمع لكن بالإطار الآخر عندما تتحدث عن تميز مستقبلي في مجال معين أو عند شخص معين هو كيف يرى نفسه إذا نحكيها على المستوى الفردي بعد 20 عام وهذا يمكن أن يتميز فيها مثلا كلنا نعرف عن بيل جيتس أنه والده كان يريد أن يكون سياسي ودخله يدرس بجامعة هارفورد لكن هو كان شايف حاله في مجال التكنولوجيا والآي تي هو ترك لدراسة وأخذ المخزن الذي عند أبوه أو الكراج وفتح فيه بداية مشروع المايكروسوفت وترك لدراسة كلياتها بعد 20 عام هو بيل جيتس الملياردين صاحب المايكروسوفت المتميزة واللي تقريبا في كل بيت موجود برنامج مايكروسوفت استدعت وجامعة هارفورد تعطيه الدكتوراه الفخرية بعد 20 عام فكان من ضمن الحضور والده فبالسبيتش أو بالخطاب تبعه وجه الكلام لوالده قال له مشروع قلتلك راح أجيب الدكتوراه من هارفورد بس استرنا عليه شوي هو جابه فعليا كمفهوم أكاديمي ولا مفهوم تميزي 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 هو كان عنده استشراف أنه أنا بهذا المجال لا سأكون متميز ونموذج لي مؤسسات أخرى في هذا المجال نعم سهير دكتور تحدثنا عن الخطط الاستراتيجية هي عملية الثانية ما بعد الاستشراف نحكي بواقعية شوي كثير في ظروف تمر على الشخص ممكن ما تعطيه الأدوات المناسبة عشان يستشرف صحيح إذا فشل في هذا الاستشراف أو في وضع هذه الخطط الاستراتيجية هل يوجد خطط بديلة وماذا على الشخص أن يكون لكي يستشرف أيضا؟ يفضل عادة عندما يكون هناك نظرة استشرافية يبنى على أساسها الخطط الاستراتيجية لتحقيق النظرة الاستشرافية في حالة وجود الأدوات التي تحقق الاستشراف المستقبلي هو ليس يسمى استشراف هو يسمى صناعة مستقبل عندما تتحقق الأدوات كاملة عندك القوة البالية عندك القوة البشرية عندك المؤهلات كاملة أنت قادر على صناعة المستقبل ويستشرافه الاستشراف يمكن يكون في نظرة إلى حد طابع تخيلي ما أبدأ أقول رومانسي خارج الصندوق بس هو أنت بتشوف إشي اللي حواليك مشايفينه إبداعي فكراً هذه الفكرة في نظرة عندك تختلف عن النموذج أو المنهج الذي تراه في الواقع الذي أنت فيه فعندما ترى المستقبل بعد عشرين عام كل المعطيات اللي حواليك بتقول أنه هذا الشيء لن يتحقق بس أنت النظرة اللي عندك أيوة الإيمان بالفكرة إذا آمنت فيها كنظرة استشرافية أنت قادر على توجيه كل الخطط الاستراتيجية لتحقيق هذه النظرة الاستشرافية جميل تعرف دكتور أنك كنت أحكي لك أن هذا المصطلح مستخدم في الأدب كثير فيه مثلاً الآن نحن نعيش في أزمة الله يارب يرفع عنه البلاء في فلسطين وفي غزة كانوا دائماً يقولوا مثلاً اللي كتبوا محمود درويش من 40 سنة صحيح ما أشبه الماضي باليوم يعني وكأنه في بعض حتى الأدباء والفنانين يستطيعون الاستشراف من خلال نصوصهم المختلفة وإبداعاتهم المختلفة للعلم الاستشراف ربما يكون أحياناً طابع تفاؤل إيجابي وفي بعض اللحظات ربما يكون ذات طابع سلبي تشاؤمي زي ما بيحكوها والتي تفضلت فيه يمكن كثير بالنصوص الأدبية وهم يستشرفوا ما سيحدث حالياً بالمستقبل بس إذا منرجع يمكن للماضي بما أننا نتحدث على موضوع يمكن الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين أنه مؤتمر بال بـ 1897 اللي خطب فيه هيرتز الزعيم الصهيونية العالمية قال ما رأيكم بقيام دولة يهودية على أرض فلسطين بعد خمسين عام تخيل هو نظرة استشرافية حكاها بـ 1897 بـ 1947 يعني بعد خمسين عام صدر القرار من هيئة الأمم المتحدة بتقسيم أرض فلسطين بين العرب واليهود معتها هو ما كان قاعد بيشتغل على سنة وسنتين وخمسة وعشرة هو استشراف مستقبلي بقيام كيان صهيوني على أرض فلسطين بعد خمسين عام بالنسبة له يمكن كانت إيجابية بس بالنسبة يمكن للعرب شو كانت طابعة فيها استشراف مزبوط برضو إذا بدي أضيف أن بيلي كلينتون بالتسعينات هو استشراف أن الصين ستكون المنافس الأقوى للولايات المتحدة وربما ستتجاوزها في بداية القرن الثاني يعني أو بالعقد الثاني بالقرن الواحد وعشرين اقتصاديا فقال نحن نعلم أن الصين حاليا بحالة تسارعية من حالات التنوم أو التقدم الاقتصادي أنه فعليا في الربع الأول من القرن الواحد وعشرين ربما ستتعدى أمريكا وستنافسها اقتصاديا وتكون أقوى منها هي استشراف بس شو كان طابعه بالنسبة لأمريكا تشاؤمه أو سلبي فالاستشراف أحيانا يأخذ الطابع الإيجابي وأحيانا يأخذ الطابع التشاؤمي السلبي بالفعل يعني دكتور اليوم الفضاءات تعدلت وتغيرت وتمنهجت اليوم نشوف أيضا التطور التكنولوجي موجود في حياتنا اليومية اليوم صار أسهل على الشخص أن يكون مستشرف اليوم يضع خطط معينة بناء على تجارب وضعت من سنوات طويلة اليوم قدش مهم أنه أنا أواكب التطور الموجود أواكب التكنولوجيا الموجودة في استشراف أو تحقيق أنا ما أسمي الأهداف اللي أنا ممكن أحطها لحياتي التكنولوجيا والثورة المعلوماتي اللي لاحظناها خاصة يعني في آخر 25 عام هي عززت الاستشراف بأن يكون أقرب إلى الواقع ربما كان في بداية معين الاستشراف ضد طابع إلى حد ما تخيل تقليدي إلى حد ما بس المعطيات التكنولوجية الثورة المعلومية هي إلى العلم عززت وساعدت ودعمت أن يكون الاستشراف أقرب إلى الواقع منه إلى خيال يعني كلما نشوف مثلا منهجيات تشات جي بي تي من اسمع فيه وأنه قديش فيه شغلات أنت صرت تشوف تسهل عليك الأمور تكنولوجيا المعلومات حتى بجلب المعلومة عالميا أو مستوى زمان كنت بدك تطلب كتاب من مكتب عالمية يمكن يقعد شهر شهرين حتى يوصلك هلأ أنت بتلاقي إي بوك تقدر تحصله خلال دقيقة اللي بتشوف أحيانا حتى مثلا موضوع اللي نسمع حلاء مثلا موضوع الذكاء الاصطناعي وكيف قاعد بيشتغل على نظام التطور السريع ودخوله بحياة المجتمع اللي إيلون ماسك من الآن بيحذر أنه الذكاء الاصطناعي إذا لم يوضع له ضوابط كما وضعت للطاقة النووية سيكون مدمر للبشرية أقوى من التدمير الذي سيكون إذا لم يوضع ضوابط كانت أيامها للطاقة النووية بالفعل دكتور بيت ذكر بالكورونا أيام كورونا كنا مثلا نشوفي يحطوا على السوشال ميديا مشاهد من فيلم يعني مثلا منتج بالتمانين يكون عنده توقعات أن العالم سيصيبوا مثلا فيروس معين ويقعدوا في البيت ونقول يا الله كيف يعني في فيلم حكى بالتمانينات عن هذا الموضوع هل مثلا ممكن يكونوا صناع هذا الفيلم عندهم الاستشراف الكافي لا تكيدا لكلامك أختي كلنا حظنا يمكن مجموعة أو سلسلة أفلام التيرمونيتر بالزبط في شو كانت الفكرة التي تحكيها كسيناريو هو أن الآلة في لحظة معينة ستكون قادرة على تطوير نفسها بدون الحاجة إلى البشر وستصل إلى مرحلة أنها يقول لك أن البشر هو كائن هوبليس يعني أو ما إلي وجوده هو ستعبير يعني دات تأثير سلبي وستقوم بالتخلص منه وهذا اللي حذر مني أولين ماسك أنه حاليا الدكاء الاصطناعي أن الآلات صصرت لمرحلة نطور نفسها دون الحاجة للبشر ويقول لك في الأخير أنا في محاسبين أنا ما بدي محاسب بالشركة أنا بقوم بهذا الأداء لنفسي سي اي اوه ليش يكون عندي مجلس إدارة أنا بقوم بهذا الأمور لحالي معتصار للحظة معينة أنه صار يستغني عن البشر في كثير من الأدوات الإدارية أو الاجتماعية أو الثقافية بس هو لحظة معينة إذا ما كان له ضابط رح يوصل لمرحلة أنه إيش يقضي على البشرية كأنه احتلال أيوة ويطور حاله بدون الحاجة إلى البشر صحيح فهذا استشراف يمكن اللي تفضلت فيه أختنا أنه بعض الأفلام هي تستشرف أحياناً المستقبل من خلال بعض القصص ذات الطابع التخيلي بس إحنا قاعدين نشوف على أرض الواقع وصار إلها تحذيرات صحيح تطوير الذات الداخلية باستمرار حتى يتحقق الاستشراف في المستقبل كيف مهم وكيف ممكن أواجه صعوبات وتحديات ممكن تمر فيها الشخص هذا موضوع مهم والتطوير الذاتي لهذا الشخص هلأ الإنسان يجب أن يسعى على تطوير ذاته خاصة بالزمن اللي إحنا فيه مع التسارع اللي بنشوفه يعني التسارع المعرفي أنه فترة من الفترات كان يتغير مثلا كل 15 سنة بلحظات معينة مع الدخور يمكن بعض المستجدات بأدوات كيف الانترنت أو الساتيلايت صار التغير المعرفي أنت صار كل 6 أشهر بس حاليا التغير المعرفي في بعض المنهجيات صار تقريبا كل يوم وبعضهم في كل دقيقة فإذا ما كان في عندك متابعة في منهج معين أو مجال معين أنت رح تشوف العالم بمشي بمسار وانت بعدك واقف في مكانك فالمتابعة في أدوات التطور المعرفي هي أساس للبقاء كمان على معرفة ما سيكون عليه المستقبل لأنه إذا العالم بتمشي هلا بتسارع وانت بعدك واقف في محلك رح تكتشف بعد فترة أنه انت خارج النطاق أو المنظومة العالمية بالمفهوم المعرفي أو بالتواصل العالمي في مجال منهج معين أو ثقافة معينة أو فكر معينة دكتور كيف شايف إنجازنا في هذا المجال نحن هنا في الأردن من ناحية الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي للمستقبل أنا بقول الحمد لله الأردن أفضل يمكن من وضع خطط استراتيجية على مستوى المنطقة يمكن أحيانا لظروف اجتماعية أو اقتصادية أو إقليمية بيكون في محددات لتنفيذ هذه الخطط ما نعلم ذلك ولكن يجب أن نخرج ربما إلى وجود نظرة استشرافية أوسعة تعتمد على التطور لمفهوم جيل كامل أكثر ما يكون نشتغل على تغيير منهج معين خلال فترة ثلاثة أو خمسة سنة قادمة هذا الشيء أنا بصراحة بجزء هنا نتحدث اليوم عن جلالة الملك عبدالله الثاني عندما يستشرف في المستقبل الكثير من القضايا ومنها ما يحدث الآن في غزة كان استشراف من جلالة الملك وأرسل رسائل كثيرة لكل دول العالم واليوم جلالة الملك أيضا بنشوف التوجهات الملكية بتحديث المنظومة السياسية والابتصادية هذا ما يسمى استشراف اليوم أيضا على الدولة هناك واجبات لاستشراف المستقبل تحديد ووضع خطط استراجية والآن بدأت تنفذ هذه الخطط نتحدث عن هذا الموضوع وأين نذهب الآن سيدي هلأ سيدي زي ما تفضلت أن جلالة الملك هو من يستشرف المستقبل ونرى في كثير من المواقف هو تكلم بمواضيع كثيرة وفعلا تحققت بعد عشر أو خمسة عام المضروب من أي حكومة أو مؤسسة أن تضع الخطط الاستراتيجية لتحقيق النظر الاستشرافية لجلالة الملك الملك هو صاحب النظر الاستشرافية السلطة التنفيذية هي تضع الخطط الاستراتيجية كل واحدة في مجالها المجال التعليمي المجال الصحي المجال الإنسان المجال الاقتصادي هذه من مهمة من؟ الحكومات والمؤسسات المختصة بهذا المجال ولكن جلالة الملك هو يرى المستقبل استشرافيا في المنهج المطلوب وعلى المؤسسات في الحكومة أو في الدولة على وضع الخطط الاستراتيجية لتنفيذ هذه النظر الاستشرافية حتى المثال الأكثر قربا هو مش بس المؤسسات العالم يعني لما كان جلالة الملك يحكي عن الانفجار الذي قد يحصل في المنطقة إذا ما بقي الاحتلال بهذه الطريقة في فلسطين وهذا حدث فعليا يعني مما كان يحذر منه جلالة الملك منذ سنوات طويلة حدث فعليا هذا ستة على الواقع السياسي بس خذيها كبار أنت مثلا على الواقع الاقتصادي أو على الواقع الاجتماعي جلالة الملك تحدث مثلا في موضوع الأمن الغذائي صح؟ وحذر أنه في فترة معينة ربما العالم سيدخل في حاله من وجود نقص في السلع والخدمات والتمويل على مستوى المجتمعات فإذا لم نكن من الآن قادرين جاهزين أيها جاهزين على أن يكون لدينا الاكتفاء الذاتي في موضوع الأمن الغذائي ربما سنصطدم في الواقع مستقبلا صحيح نحن بالله يا دكتور شكرا لهذه الإفادة الرائعة الله يسعدك والموضوع مهم والله يعني على أدما نحاول نستزيد يجب أن ندرسه بشكل أكبر حتى نفيد أنفسنا والمجتمعات على بركة الله شكرا لكم جزيلا شكرا للأسترد أنا أكثر الله يسعدكم شكرا لكم شكرا لكم